حماس في غزة المحاصرة ترفع التحدي إنسانيا يبدي قائدها يحيى السنوار استعدادا للتنازل جزئيا في قضية أسرى إسرائيل لدى المقاومة الفلسطينية والمقابل إفراج الاحتلال عن الكبار في السن والمرضى من الأسرى الفلسطينيين في معتقلاته لم يكن سهلا اتخاذ القرار لكن أزمة كورونا وتدعياتها المحتملة على الأسرى والقطاع المحاصر يدفعان إلى مبادرة إنسانية تتجاوز التمسك بورقة الجنديين الأسرين بعدما رهن الاحتلال بهما دخول المساعدات الطبية خلف المبادرة قلق كبير لدى قيادة كتائب القسام جناح حماس العسكري وهي تترقب دخول فيروس كورونا إلى السجون الإسرائيلية بما يعنيه ذلك من مأساة إنسانية بحق أسرى زادهم الاعتقال ظلما على ظلم الاحتلال تفشي الفيروس في صفوف الأسرى كانت قد حذرت منه منظمة التحرير الفلسطينية بعد اكتشاف إصابة أسير أفرج عنه بعد فوات الأوان قبل أيام ما يققي شبح العدوى واردا في سجن عوفر أو لعل الوباء قد وجد فيه بؤرة له كما يخشى الفلسطينيون لم يقتصر رد حماس الحاسم على أن الأسرى مقابل الأسرى للمساعدات بل فيه تجلت روح الصمود في وجه الحصار الخانق حتى للمواد الطبية وفي عز الوباء العالمي الذي لا يميز بين البشر إن كانوا محتلين أو محتلة أرضهم إن كان النفس سينقطع عن مصابي كورونا في غزة بسبب استمرار المنع لأجهزة التنفس فحينها ستكون أنفس الملايين الستة الإسرائيليين بلا نفس وعلى الإسرائيلي أن يحلل ويناقش ما يقصده السنوار تحديدا ذاك يعني أن السقف بات مرتفعا في حدود إمكانات الرد المقاوم بشتى أشكاله حتى والحصار يطبق على غزة برا وبحرا وجوا فإن يصدر تصريح مثل هذا من شخصية مثل السنوار على أعلى هرم حماس فذاك له مقاصده سنأخذ ما نريده منكم خاوة بتعبير السنوار ولهجة الفلسطينية أي بالقوة فذاك عادة ما يفهمه الإسرائيليون وأثبتته تجارب المقاومة لاحتلالهم وجرمهم